بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به على أحد ثمار الصيف الأكثر انتظارا والأكثر شهرة والأكثر تشوقا البلح البلح هناك لونين من البلح وحين نتكلم عن هذا الصنف أنا أقصد البلح وليس التمر وليس الرطب لأن كل منهم عبارة عن مواد مختلفة وصفات مختلفة وفوائد بالطبع مختلفة ولكن أتكلم عن الثمرة التي تخرج في فصل الصيف ونشاهدها بلونين الأصفر والأحمر بالطبع كما تعودنا أن لكل لون له مغزأ وله جانب من الخط الفوائد الذي نتكلم عنه باستمرار اللون الأصفر محفز للدورة الدموية اللون الأصفر معناه أنه في داخل هذه الثمرة سوف نجد المواد الصفراء وهي ما يعرف بـ لفلابونويدز وهي التي تكون مسؤولة على العديد من الفوائد والتي سنذكرها إن شاء الله للبلح أما اللون الأحمر فهذا لون الدم وهذا أيضا لون ما يعرف بمواد الأنثروسيان وهي أيضا من المواد الهامة للدورة الدموية ولكن باتجاه مختلف عن المواد الصفراء نبدأ بالبلح الأصفر يا ترى حين نتكلم أو حين نأخذ البلح الأصفر أو دعنا نقول من هم أولى الناس بتناول البلح الأصفر ويتذكر فورا البلح الأصفر كل من لديه ضعف في الدورة الدموية الخارجية برودة الأطراف ضعف الذاكرة الدوالي البواسير أيضا كل من يعاني من هذه الأعراض عليه أن ينتهز هذا الموسم ويتناول البلح الأصفر بإسهاب حتى يعزز هذه الصفة ويقلل من هذه المشاكل الهامة البلح في داخله أيضا يحتوي على بعض المعادن الهامة والمتميزة يحتوي على الزنك ويحتوي على البوتاسيوم البوتاسيوم قد نجده في العديد من المواد ولكن الزنك هناك بعض الناس نباتيين لا يأكلون مثلا الأسماك والأصداف والمحار قد يكون غالث ثمن أيضا ولكن ومنهم من لا يأكل اللحوم وإن كانت نسبة الزنك قليلة ولكن نسبة الزنك في البلح قد تفوق أو تصل اللحوم الحمراء وتزيد قليلا وهذا شيء مميز إذن للحصول على هذا الزنك العنصر الهام لصحة الرجال وصحة النساء صحة النساء يهمهم الزنك في موضوع الشعر ونمو الشعر وتطويل الشعر وكل ما يتعلق من مشاكل الشعر أما الرجال فيهمهم في موضوع أولا ما يعرف بالكرش هناك رجال لا يتناولون الكثير من الطعام أو غذاءهم صحي مئة بالمئة ولكن لديهم كرش وهذا خلل في الزنك ومن ناحية أخرى كما تعرفون أن الزنك هو الأكسجين للبروستيت هو صحة البروستيت وبالتالي كل من يعاني من مشاكل في البروستاتة عليه اليوم بتناول البلح الأصفر على وجه التحديد البوتاسيوم طبعا طالما تحدثنا عن فوائد هذا المعدن الهام تحديدا لصحة القلب وبالتالي البلح الأصفر يعتبر من يعني من أروع الثمار لصحة القلب من يعاني من ضغط الدم من يعاني من مشاكل في العضلة من يعاني من أي مشكلة من مشاكل القلب والدورة الدموية لا ينسى أن هذا الموسم موسم البلح يعتبر من أروع الثمار التي ننصح بتناولها حتى إن شاء الله ينعم بصحة وعافية بالإضافة للزينك والبوتاسيوم لا ننسى مجموعة من الفيتامينات وخص بالذكر الفيتامين ألف والفيتامين با ستة والبا ثلاثة وهذا يعني أنه مقول الأعصاب وبالتالي يعطي البلح قدرة في التحمل تحمل المشاكل تحمل أعباء العمل تحمل الرياضيين يعطيهم أيضا قدرة في تحمل رفع مثلا الأثقال أو استمرارهم في التمرين الرياضي دون تعب أو إجهاد أو إرهاق إذن البلح هنا عنصر رائع جدا في هذا السياق أما البلح الأحمر فهذا كما ذكرنا اللون الأحمر لون الدم وبه مواد الأنتروسيان وهي أيضا مقوية للدم والدورة الدموية وهنا أخص بالذكر في البلح الأحمر من يعاني من فقر الدم فهو مقوية للدم ولكنه في نفس الوقت هو هام جدا لمرضى ضغط الدم مقوية الدم ليس معنى أن يرفع الدم فهو يرفع نسبة الهيموغلوبين لمن يعاني من الأنيميا ويخفض أو ينظم ضغط الدم لكل من يعاني من ضغط الدم وهو من النتائج الجيدة جدا في هذا الموضوع أما عن كيفية استخدام البلح سواء بشقيه الأصفر والأحمر هناك بالإضافة إلى تناوله كثمرة طبيعية ضمن التنوع الفاكهة والخضروات بالإمكان أن نستخدمه كمربع والصنع المربع هنا يجب أن يكون بعيدا عن وضع السكر كيف نحلي هذا المربع بدون سكر إذا كان يوجد لدينا الزبيب يوجد لدينا التمر أو الرطب بالإمكان أن نصنع منه عصارة هذا المنقوع وهي عصارة حلوة وبإمكاننا أن نصنع هذا المربع بشكل جميل وبشكل مغذي جدا ونستفيد من هذه الخباسكة مقوة للبدن ويعطي طاقة وكما ذكرت في بداية الحديث أنه يعطي الكدرة على التحمل إذن كدرة لتحمل أعباء هذا اليوم من أشغال وأعمال كلهم حسب طبيعة عمله ومن أهم ما يحتويه البلح يحتوي على الألياف وبالتالي من يعاني من الإمساك أو يعاني من الطرابات في القولون وسوء الهضم عليه أيضا بتناول البلح بالطبع نفضل استخدام البلح قبل الوجبة الغذائية لا مانع من مرضى السكر من تناول البلح سواء الأصفر أم الأحمر أما بالنسبة لرطب البلح أو مربى البلح الذي تكلمت عنه قبل قليل فننصح بفقط مبدأ تذوق أي ملعقة صغيرة قطعة صغيرة من هذا المربى من باب أنك تناولت ويعني قضيت هالنفس من هذا المربى ولن يكون هناك إن شاء الله أي مشكلة بالنسبة لإضطراب السكر ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر